قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبانه والعطار قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقل ما أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه لا عندنا مخضوب بالحناء والكتمي يعني شعره قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء فحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقل ما أظفاره فأعطاه صاحبه فإن شعره عندنا مخضوب بالحناء والكتمي قال حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسين العطلي قال أخبراني أبو سهل محمد بن عمر قال أخبراني عبد الله بن محمد بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد أنه أري الأذان قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال فألقيته فأذن قال فأراد أن يقيم فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم قال فأقم أنت فأقامه وأذن بلال قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن أبن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلمين الزهري عن سعيدي بن المسيب عن عبد الله بن زيدي بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت له يا عبد الله أتبع النقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قال فقلت بل قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لرؤية حق حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قال فجاءه فدعاه ذات غدات إلى الفجر فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارف اللتيمي عن محمد بن عبد الله بن زيدي بن عبد ربه قال حدثني عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبع النقوس قال ما تصنع به قال فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قال فقلت له بل قال قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤية حق إن شاء الله فقو مع بلال فألقى عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك قال فقمت مع بلال فجعت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسامع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد